هذا وقد حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران مسؤولية الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط منذ بضعة أيام مشددا على أن إسرائيل لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي أو التموضع على الحدود الشمالية هاجمت إيران الأسبوع الماضي مرة أخرى ناقلة نفط في الخليج العربية وأضرت ببحرية الملاحة الدولية أمس أيضا هاجمت طهران قاعدة أمريكية في سوريا وهي تواصل أيضا إرسال أسلحة فتاكة تضر بالعديد من المدنيين الأبرياء بعيدا عن حدودها إيران تحاول بشكل مستمر إلحاق الأذى بإسرائيل ومواطنيها لكن هجماتها لن تؤثر على عزيمتنا لن نسمح لها بامتلاك السلاح النووي وسنرد بقوة على أي هجمات ضدنا معنا نضال كنعنا من القدس للمزيد من التفاصيل حول هذا الموقف الإسرائيلي من إيران تفضل نضال نعم فضيل يعني أولا يمكن القول أن تصريحات رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو صباح اليوم هي أقرب ما يكون للاعتراف الإسرائيلي بتنفيذ هذه الغارات على دمشق هذه الأريحية التي يتحدث بها نتنياهو هي نتيجة موقف دولي يرى نتنياهو بأنه بات أكثر تفاهما للموقف الإسرائيلي إذا لاحظنا ما قاله نتنياهو هو تحدث عن دور إيران في ضرب حرية الملاحة الدولية هو تحدث عن قيام إيران بضرب معسكر أمريكي على الأراضي السورية وأيضا إرسال إيران لأسلحة بعيدا عن حدودها والإضرار بالمدنيين هناك في تلميح إلى دور إيران في الحرب الأوكرانية وبالتالي إسرائيل تقول بأن إيران كما كانت تقول في السابق ليست مشكلة إسرائيلية وهي تقول بأن إيران تشكل مشكلة للجانب الأمريكي وللجانب الأوروبي وبالتالي هي ترى بأن هناك تفاهما ربما غربيا أوروبيا أمريكيا للدور الإيراني وأن إيران باتت جزء لا يتجزأ من المعسكر الروسي مع كل ما يترتب عن ذلك رأينا قبل قليل الإدانة الروسية لهذه الهجمات وبالنسبة لإسرائيل هذا مهم جدا هناك تفاهم أوروبي أمريكي أيضا غياب أي إمكانية للعودة إلى اتفاق نووي مع طهران وأي إمكانية لحل دبلوماسي هذا يزيد من قوة الطرح الإسرائيلي بضرورة إيجاد ضغوط عسكرية ضد طهران وضد كل الدور الإيراني في المنطقة وفي العالم وليس فقط المشروع النووي الإيراني هذه الأجواء الدولية قد تفسر التصعيد الذي نشهده في الأسابيع الأخيرة ابتداء من الغارة الإسرائيلية على مصانع سلاح في أصفهان إلى الرد الإيراني أو ما يمكن اعتباره نوعا ما رد إيراني بمهاجمة ناقلة النفط الإسرائيلية وأيضا بالأمس القصف الإسرائيلي على مواقع تابعة لإيران في دمشق وعلى الأغلب ووفق محللين سنرى المزيد من التصعيد في الفترة القادمة مع ازدياد الاستقطاب الدولي ومع ازدياد الرؤية الغربية لإيران كجزء من المشكلة في أوكرانيا شكرا نضارك نعنا من القدس ترجمة نانسي قنقر